بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة من الأمور التي تميز بها الإمام الحسن سلام الله عليه عن باقي الخلق هو نسبه المبارك الإمام الحسن سلام الله عليه هو أول مولود معصوم يولد من معصومين ولد من أب معصوم وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه وولد من أم معصومة وهي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليه هذا النسل المبارك الطاهر المصفى الإمام الحسن سلام الله عليه كان أول شخص يحظى بهذا النسب المبارك لذلك في الروايات الشريفة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار وبين هذا الأمر وهذا الفخر وهذه العظمة للإمام الحسن سلام الله عليه لأمام الناس كلهم وجمع الناس وبين لهم بأنه الإمام الحسن سلام الله عليه هو أفضل الناس أما وأبا وأفضل الناس جدا وجدة وأفضل الناس عما وعمة أفضل الناس خالا وخالة وهذه ما ورد في رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى الناس وبين لهم عظمة نسب الإمام الحسن المجتمع سلام الله عليه كذلك من الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أخذ في يوم من الأيام بيد الحسن والحسين عليهما السلام فقال من أحب هذين الغلامين وأباهما وأمهما فهو معي في درجة يوم القيامة كل شخص يحب الإمام الحسن ويحب أخيه للحسين ويحب جده ويحب أبيه ويحب أمه هو يحشر في يوم القيامة مع درجة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه من الخصائص التي لم يحظى غيره سلام الله عليه بهذا التأكيد وبهذا الحث بأنه كل شخص يحب الحسن ويحب الحسين بأنه يحشر في يوم القيامة في درجة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن مننا لا يرغب بأن يحشر في يوم القيامة بهذه الدرجة المتميزة والدرجة العالية التي لا يسبقها أحد من الخلق كذلك ورد عن أبي ذرل الغفاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الحسن بن علي وهو يقول من أحبل الحسن والحسين وذريتهما مخلصا لم تلفح النار وجهه لاحظوا هنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقبل الحسن سلام الله عليه ويقبل الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يقول هذا الكلام يقول من أحب الحسن والحسين وذريتهما يعني لأما من ولده ومن ولد الإمام الحسن سلام الله من ولد الإمام الحسين عليه السلام مخلصا لم تلفح النار وجهه هذه بشارة إلى جميع المؤمنين لجميع الموالين الذين اعتنقوا دين ومذهب إهل البيت سلام الله عليهم بأنه كل شخص أحب الإمام الحسن وأحب الإمام الحسين وأحب ذريتهما بإخلاص هذا الإنسان سوف يأمن من أن تلفح النار وجهه في الآخرة ولو كان ذنوبه بعدد رمل عالج بعدد رمل الصحراء حتى ولو كان الإنسان على فرض رسول الله صلى الله عليه وآله يفترض بأنه لو فرضنا بأنه هذا الشخص جاء بذنوب عدد رمل الصحراء ولكنه كان يحب الإمام الحسن ويحب الحسين ويحب ذريتهما بإخلاص الله سبحانه وتعالى يخفر له هذه الذنوب التي ارتكبها ببركة شفاعة الحسن والحسين سلام الله عليهم إلا أن يكون ذنبا يخرجه من الإيمان هذا بحث آخر إذا ارتكب ذنبا أخرجه من الإيمان وجعل عاقبته على سوء وخرج من ولاية أهل البيت سلام الله عليهم هذا الإنسان سوف لا يحظى بهذه الكرامة كذلك من الأمور الأخرى التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المجال هو ما ورد في هذا القول المبارك ينقله لعمران بن حسين يقول له يا عمران بن حسين إن لكل شيء موقعا من القلب وما وقع موقع هذين الغلامين من قلبي شيء قط يعني لا يوجد شيء يقارن بمحبة لهذين الغلامين فقلت كل هذا يا رسول الله قال يا عمران وما خفي عليك أكثر إن الله أمرني بحبهما لاحظوا هنا رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى عدة حقائق الحقيقة الأولى بأنه حب الحسني والحسين سلام الله عليهم لا يقارن بغيره من الأمور المادية من الأمور المعنوية حبهما كان أمرا متميزا في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله الأمر الآخر بأنه هذه المحبة التي ظهرت للناس والتي تعجب الناس منها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يندهشون من هذه المحبة للحسن والحسين هذه هي جزء من الحقيقة وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظهر المكان الحقيقي لم يظهر الحب الحقيقي للحسن والحسين لأن عقول الناس لا تحتمل ذلك لذلك قال له ما خفي عليك أكثر نعم أنتم تشاهدون هذا الأمر البسيط ولكنكم لم تتحملوا هذه المكان العالي للحسن والحسين فكيف إذا كان قدرهما ومكانهما يظهر لكم بالشيء الحقيقي الأمر الآخر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بأن الله أمرني بحبهما فأنا أحبهما ليس فقط لأنهما ولداي ولأنهما من صلب أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنهم أحفادي لا أنا أحبهما هذا جزء من السبب بأنهم أولادي ولكن الجزء الآخر والأهم بأن الله سبحانه وتعالى أمرني بحبهما كما أن الله سبحانه وتعالى أمرني بالفرائض وأمرني بالعبادات وأمرني بالأمور التي يجب علي أن أقوم بها في هذه الدنيا من تبليغ الرسالة كذلك أمرني بحب الحسن وأمرني بحب الحسين فحب الحسن والحسين كان فرضا من الله سبحانه وتعالى كذلك من الأمور الأخرى والروايات الجميلة في هذا المجال والتي تبين محبة الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم هو ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وهذه الرواية من الروايات المتواترة عند جميع المسلمين بأنه معيار الإيمان والنفاق هو حب علي بن أبي طالب عليه السلام ثم يقول الرسول الله صلى الله عليه وآله ويميز بين محبة أمير المؤمنين وبين محبة الإمام الحسن والحسين يقول وإن الحب الحسني والحسين قذف في قلوب المؤمنين والمنافقين والكافرين فلا ترى لهم ذام من الله سبحانه وتعالى جعل حب أمير المؤمنين عليه السلام خالصا في قلوب المؤمنين هذا شيء مختص بقلوب المؤمنين لذلك لا يحبه منافق ولكن حب الحسن والحسين الله سبحانه وتعالى جعله في قلوب المؤمنين والمنافقين والكافرين لذلك حتى الشخص الذي لا يحب علي عليه السلام ولكنه عندما يذكر أمامه الحسن أو يذكر أمامه الحسين لا تجد بأنه يذمهما كذلك الإنسان الكافر الذي لا يعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله ولا يعتقد بالله سبحانه وتعالى عندما يذكر أمامه الحسن والحسين تجد بأنه يسلم لهما هذه من الكرامات ومن الخصائص التي أعطيت للإمام الحسن وأعطيت للإمام الحسين سلام الله عليهم جعلنا الله وإياكم من المحبين للحسن والحسين عليهما السلام في الدنيا ومن الذين يحشرون معهما في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة